السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهل بكم إلى هذا الموعد وهذه النسرة الجوية اليوم ستستقر الأمور في بداية هذه النسرة بكل مدن الشمالية ولكن في أخر نهار اليوم نحن نشاهدون نفس السيناريو نحن نشاهدون بعض السحوب السفلة الكثيفة مرتقبة على كل ماتق الداخلية الشرقية وحتى بالنسبة لمرتقات الهقر والتصيري هنا ستتشكل رعود ليلة إن شاء الله في احتمال سقوط بعض الأمطار ومحلياً دائماً تحت وقع الرعود تبقى الأجواء صافية مشمسة تماماً بتقريباً كل مدن الشمالية المتبقية حتى بنسبة لشمال وحتى بوسط الصحراء تقص مشمس ولكن درجاتها القصة ومشاهدين الكرام تبقى مرتفعة مرتفعة تقريباً كل مدن الصحراوية على سبيل المثال 46 درجات هذا الخط الرابط ما بين تين دو في لغاية أضرار 45 درجة بعين صالح 35 درجة بطم من راسات إذا نلاحظ فيه فرق ما بين عين صالح وطم من راسات 42 درجة ببرج برزي مختار 40 درجة بعين قزام 40 درجة أيضاً نفس المقياس سنسجلوه بعين مناص 34 درجة بغرديات بالنسبة لجنوب الإزائري أما شمال 38 درجة ستسجل دائماً بالمناطق الداخلية الشرقية أحب يقول كيباتنا خنشلا أم البواقي حتى بسوق هراش وقصنطينة وحتى بمرتفع تصطيف بكل هذه المدن نبقى نسجل تقصحار تقصحار أيضاً تزوجه بمعسكر بغير الزان بسيدي بالعباس دائماً مقاييس تقصحار 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 تسجل بمدينة البوليدة العاصمة 28 درجة وعنبا 31 درجة 30 درجة سنسجلها بمدينة وهران بالنسبة للغرب الجزائري ليلاً بإذن الله سنسجل أجواء ليلة هادئة بكل مدن الشمالية في أخر الليل سنسجل رعود منعازلة دائماً بالمرتفعات الشرقية نفس الشيء أو نفس الوضع الجوالي سنشاهدوه بالنسبة للجنوب الشرقي وحتى بمرتفعات الهوغار والتسيري ستكون فيها رعود رعود دائماً منعازلة وموسمية مرتقبة بأقصى جنوب الجزائري بالنسبة لدرجة حر القصوى نقول لكم نبقى نسجل تقصحار أثناء الليل بالجنوب الجزائري بفعلاً مقاييس ما بين 35 درجة أو نقول ما بين 30 درجة و 38 درجة سنسجلوا على الخط الرابط ما بين إليزي إلى غاية تين دوف مورون بعين صلاة وحتى بأضغاب 27 درجة بغردايا 30 درجة بتوغورت 22 درجة بيتي لمسان 26 درجة سنسجلوا على الخط الرابط ما بين ما بين وهران إلى غاية العاصمة وسنسجل تقص مارد نوعاً ما بمقارنة مع المدن الأخرى بعنبا 20 درجة مئوية المعلومات خاصة للملاحة والسر البحرية تقول نبقى نسجل الشرقية الشرقية حاب يقول رياح دائماً شرقية مرتقة باعت قريباً طول الشارط الساحلي رياح شرقية معتدلة قوية محل على الخط الرابط ما بين القالة والسكيكدة هنا ظروف من كل راح تكون صعبة نوعاً ما لمسان الملاحة والسر البحرية وحتى بنسبة السباحة وانطلاقاً من بيجاية إلى غاية وهران مرمب العاصمة حتى بمستغن موتنس رياح معتدلة ولكن تأتينا دائماً شرقية في تنوما بين ريا خضراء وريا بورتقالية بهذه الجهة إن شاء الله أما المعلومات الفلكية تقول مشاهدين الكرام راح تغرب الشمس بإذن الله بالعاصمة وضوحية 8 دقائق بعد التامنة إن شاء الله قبل ما تخرجوا مشاهدين الكرام ما تنسوش باش تحميوا نفسكم وتحميوا الأقارب الأصدقاء والأحباب نودور الكمامة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر